السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو هنحل مع بعض اختبار لمهارة الاستماع للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني وابلما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله باستماع النص وبعد ذلك سنقوم بالحل الأسئلة الخاصة بهذا النص اشترك معايا في القناة سنستمع مرة أخرى إلى النص وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة سنقوم بحل الأسئلة سنقوم بحل الأسئلة لديها خمسة سيارات طبعا إجابة خاطئة السؤال الذي يليه أي عمر معظم أن أشخاص يحصلون على رخصة القيادة في العمر هل عمر 22 أم 16 أم 16 أم 19 الإجابة الصحيحة هي السؤال الذي يليه هل كانت تذهب إلى مدرستها ببص يس الإجابة صحيحة السؤال الذي يليه أختها كانت تذهب للعمل بماذا هل سيارة أم مسجن على الأقدام أم train بالقطار نعم بالترين إنها الإجابة الصحيحة السؤال الذي يليه هل كان جده من السعودية طبعا الإجابة خاطئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سحل معكم اختبار استماع نهائي للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني سنقوم بالاستماع إلى النص عدة مرات وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة الخاصة بهذا النص ونراجع إن كانت إجاباتنا صحيحة أم لا المصر ترجمة نانسي قنقر 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 يعني استمع إلى طبيب الأطفال النفسي وهو يتحدث عن المخاطر الموجودة في المنزل على الأطفال وبعد ذلك سنقوم بحل هذه الأسئلة هنا السؤال الأول يقول الأطفال يعتقدون أن الحبوب أو الأدوية هي عبارة عن حلويات وكاندي كاندي تعني الحلويات معظم الحوادث التي يتضمنها الأطفال تحدث في المنزل المطبخ هو المكان العام للأطفال والذي يحصل به أغلب الحوادث لا تدع طفلك يعتقد أن بإمكانه أو بإمكانها الطيران ننتقل إلى الصح والخطأ put the true for true sentences or false for false one Most of the accidents involving young children happen in the street هل معظم الحوادث التي يتضمنها الأطفال تحصل في الشوارع؟ No الإجابة خاطئة Number six Children are naturally curious الأطفال بطبيعتهم فضوليين هذه إجابة صحيحة Parents should try to keep anything dangerous out of the reach of young children الوالدان عليهم أن يضعوا أي شيء خطر بعيدا عن متناول أطفالهم وهذه جملة صحيحة True It's very uncommon for children to swallow their parents' pills هو ليس من المعتاد أو العموم أن الأطفال يقومون بابتلاع أدوية أو حبوب والدهم طبعا هذه إجابة خاطئة هو common من الطبيعي أن يقوموا ببلعها لأنهم يعتبرونها candy أو حلويات Electric sockets are another children's favorite نفياش الكهرباء هي الشيء الآخر المفضل لدى الأطفال طبعا إجابة صحيحة True Wearing a superhero costume makes anyone a superhero who can fly هل ارتدائك للزي الأبطال يجعلك فعلا بطلا تستطيع الطيران طبعا هذه إجابة خاطئة ننتقل الآن إلى النص ولكن مكتوب كتابة حتى نتأكد من إجابتنا النص يقول Most of the accidents involving young children happen in the home إذن إجابتنا صحيحة أنها تحصل في المنازل Children are naturally curious الأطفال بطبيعتهم فضوليين إذن إجابة صحيحة هنا أيضا You should try to keep anything dangerous out of the reach of young children عليك أن تبعد كل الأشياء الخطرة من متناول الأطفال هذه أيضا إجابة صحيحة It is very common for children to swallow their parents' pills because the children think the pills are candy هو من الطبيعي والعموم أن الأطفال يبتلعون أدوية والدهم لأنهم يعتبرونها candy وحلويات إذن هي عبارة صحيحة ويعتبرونها candy A kitchen is a common place for children to have accidents إذن أيضا المطبخ هو من الأماكن التي تحصل بها حوادث للأطفال Electric sockets are another children's favorite أيضا أفياش الكهرباء هي من الأشياء المفضلة أيضا للأطفال وهذه كانت إجابات نص الإستماع إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا